أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظ يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملت أمه وهنا على وهن حملت أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكرني ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني يا بني إنها إن تكم ثقال حبة من خردن فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدنك للناس ولا تبشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضد من صوتك إن أنكر الأصوات صوت الحمير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر